هذا بلاغ للناس إخوتي الكرام في سورية الحبيبة نتابع الحديث عن قوة المسلم من أنواع هذه القوى الإصرار قوة قال أحد الفلاسفة إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قل ما تنقضه الأيام إذا كان صادرا حقا عن إرادة وإيمان وروا لي عالم جليل أنه كان في صعيد مصر إنسان أمي في الخامسة والخمسين من عمره لا يعرف السماء من الأرض ولا الطول من العرض وقد ذهب ابنه الشاب إلى الأزهر في القاهرة وبعد سنوات عدة عاد ابنه إلى قريته خطيبا لمسجدها جلس أبوه في المسجد يستمع إلى خطبة ابنه وبدل أن يمتلئ قلبه فرحا بما وصل إليه ابنه من علم ودعوة امتلأ قلبه حزنا وحسرا على عمره الذي أنضاه في الجهل والغفلة واتخذ قرارا مصيريا وركب حمارته الهزيلة متجها بها من صعيد مصر إلى أزهر القاهرة واستغرقت الرحلة عشرات الأيام ولما وصل إلى القاهرة سأل أين الأزعر فقيل له أي أزعر إنه الأزهر فالتحق به وتعلم القراءة والكتابة في الخامس والخمسين ثم قرأ القرآن ثم طلب العلم وما زال يطلب العلم حتى انتهى به طلب العلم إلى أن صار شيخ الأزهر وشيخ الأزهر أعلى رتبة علمية في مصر بل ما مات كما يقال إلا وهو شيخ الأزهر أيها الإخوة من أنواع القوى العفة قوة نبي كريم ابن كريم ابن كريم يوسف عليه السلام كان طفلا أثيرا عند أبويه سيدنا يعقوب اعتمر إخوته عليه وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب ليتخلصوا منه والقصة معروفة ومرت بالبئر قافلة واستخرجته وبعته بثمن بخس وانتهى به البيع ليكون عبدا في قصر عزيز مصر وكان آية في الجمال فدعته امرأة العزيز إلى نفسها فاستعصم وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي وانتهى به الأمر إلى أن صار أقوى رجل في مصر صار عزيز مصر قال تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين أيها الإخوة والتسبيح قوة التسبيح قوة وسبيل إلى الفرج من دون حاجة إلى وسائط بشرية لتقوى بها هذه القوة التسبيح تعينك على قضاء حوائجك يقول الله تعالى عن يونس عن سيدنا يونس في أثر قوة التسبيح فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون والاستغفار قوة قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب التقوى قوة قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه الاستقامة قوة قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم ومجمل القول الشرف كل الشرف ليس في الدول ولا في القصور ولا في الأموال ولا في الأولاد ولا في الهيئات ولا في الذوات الشرف كل الشرف أن تكون عبدا لرب الأرض والسماوات الشرف أن تكون وليا من أولياء الله الصالحين الذين يعملون الصالحات ويجتنبون المحرمات ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأخيرا أيها الإخوة الإيمان قوة مطلقة ماشطة بنت فرعون هي تلك المرأة الصالحة التي كانت تعمل في قصر فرعون تمشط بناته وتنفق على أولادها الخمسة وفي يوم من الأيام وهي تمشط ابنة فرعون وقع المشط من يدها فقالت بسم الله فقالت ابنة فرعون الله أبي فصاحت الماشطة يا ابنة فرعون كلا بل الله ربي وربك ورب أبيك فتعجبت البنت أن تعبد ماشطتها غير أبيها فأخبرته فعجب فرعون أن يوجد في قصره من يعبد غيره فدعا بها وقال لها من ربك فقالت ربي وربك الله فاشتعل غيظا وأمر بقدر من نحاس مملوء بالزيت المغلي وأوقفها أمام القدر فلما رأت العذاب أيقنت أنما هي نفس واحدة تخرج وتلقى الله تعالى وعلم فرعون أن لها أولادا خمسة أي تاما وهي تكدح لهم لتطعمهم فأراد أن يزيد من عذابها فأمر بإحضار أطفالها الخمسة فلما رأوا أمهم تعلقوا بها وهم يبكون فانكبت عليهم تقبلهم وتبكي وأخذت أصارهم وكان رضيعا وضمته إلى صدرها والقمته ثدها فلما رأى فرعون المنظرة سأل أمهم ألك رب غيري قالت الله ربي وربك فأمر برمي أكبرهم في القدر فجره الجنود ودفعوه إلى الزيت المغلي والغلام يصيح بأمه ويستغيس ويسترحم الجنود ويتوسل إلى فرعون ويحاول الفكاك والهرب وينادي إخوته الصغار ويضرب الجنود بيديه الصغيرتين وهم يصفعونه ويدفعونه وأمه تنظر إليه وتودعه فما هي إلا لحظات حتى ألقي الصغير في الزيت المغلي والأم تبكي وإخوته يغطون أعينهم بأيديهم الصغيرة حتى ذاب لحمه من على جسده النحيل وطفت عظامه البيضاء فوق الزيت فنظر إليها فرعون وقال لها ألك رب غيري؟ قالت الله ربي وربك وأمرها أن تنطق بكلمة الكفر أمرها أن تقول أنت ربي فأبت عليه ذلك فغضب فرعون وأمر بولدها الثاني فسحب من عند أمه وهو يبكي ويستغيس وألقي في القدر فما هي إلا لحظات حتى طفت عظامه البيضاء واختلطت بعظام أخيه والأم ثابتة على دينها مقنة بلقاء ربها ثم قال لها ألك رب غيري؟ قالت الله ربي وربك ثم أمر فرعون بالولد الثالث فسحب وفعل به ما فعل بأخويه والأم ثابتة على دينها فأمر فرعون أن يطرح الرابع في الزيت فأقبل الجنود إليه وكان صغيرا يتعلق بثوب أمه فلما جذبه الجنود بكى وألقي في الزيت رحل عنها إلى الدار الآخرة وهي تبكي لفراقه إذ طالما ضمته إلى صدرها وأرضعته من ثديها وطالما سهرت لسهره وبكت لبكائه بقي الرضيع الذي يلتقم ثديها فجهدت الأم نفسها أن تتجلد وتتماسك وهنا سألها فرعون ألك رب غيري فسكتت فسكتت وتضعضعت وهنا حدثت المعجزة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنطق الله هذا الرضيع فقال أثبت يا أمي أنت على الحق فقالت لفرعون الله ربي وربك وذهب الأولاد الخمسة وبعد قليل سوف تكون معهم ولم يبقى إلا هي فأقبل جنود فرعون إليها كالكلاب الضارية ودفعوها إلى القدر كانت هذه الماشطة تستطيع أن تحول بينها وبين هذا العذاب الذي لا يحتمله بشر بكلمة كفر تصنعها لفرعون لكنها علمت أن ما عند الله خير وأبقى فلله در هذه الماشطة فما أقوى إيمانها وما أعظم ثباتها وحينما لا يملك الإنسان سلاحا يحمي به نفسه أو يواجه به عدوه ويثبت على مبدأه ولا يتضعضع أمام الطغاة يكون قد انتصر انتصارا مبدئيا يقطف ثماره في اليوم الآخر ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء شيئا من نعيم هذه الماشطة فحدث أصحابه به وقال لما أسري به مررت برائحة طيبة لم أشم مثلها قط فقلت ما هذه الرائحة يا جبريل فقال لي هذه رائحة ما شطة بنت فرعون وأولادها ولنا أن نستنبط من هذه القصة الشيء الكثير لنا أن نأخذ منها إسقاطات كثيرة على واقع المسلمين اليوم عموما وعلى واقعنا السوري بخاصة والفراعن الذين تآمروا على الأمة الإسلامية كثيرون وهم في كل عصر ومصر فمعركة الحق والباطل معركة قديمة ومستمرة ولعل في هذه القصة مواساتا لمن يقتل مقهورا ثابتا على مبدئه متمسكا بقيمه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين اللهم ارحم شهداء سوريا وفرج عنها فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين هذا بلاغ للناس